وصل لنا سؤال بيقول هل الزوجة يجب أن تكون منكسرة عشان ترضي زوجها أو أهلها أنا تقال لي كتير لازم تنكسري على طول عندي سؤال يا شيخ ربنا عز وجل بيقول أنا عند ظن عبدي بي وأنا دايما على طول خايفة من لقاء الله وخايفة لأكون مقصرة وخايفة نكون والعياذ بالله من أصحاب النار فكيف يا شيخ أحقق الآية الكريمة ولمن خاف مقام ربه جنتان وبين حسن الظن بالله وكاني دولا سؤالين نجيب نجاوب عليهم بشكل مفصل شوي أول سؤال هو الإنسان لازم يكون منكسر وكانها بتقول كده الإنسان لازم يبقى مهان لازم يبقى زليل لازم يبقى لا فيه فرق ما بين حكتين أني فرق ما بين الطاعة الرشيدة من المرأة وفيه فرق ما بين امتهان المرأة المرأة تطيع زوجها في المعروف وتطيع زوجها فيما يرضي الله بغير مهانة يعني إيه بغير مهانة هي لا تنكسر إلا لله لكنها حسنة الخلق لما تطيع زوجها بتطيع زوجها مع حسن الخلق مع حسن الكلام مش بتطيع زوجها على إن ده شيء إجرائي بتعمله لكن هي بتطيع زوجها لأنها ترى إن زوجها محراب تتعبد الله فيه فهي في الحقيقة إن هي بتطيع زوجها لكنها بتطيع الله في زوجها فهي بتطيع الله سبحانه وتعالى في زوجها ولذلك مش مطلوب منها إن هي تكون منكسرة بمعنى إن هي تكون زليلة أو مهانة لا ما حدش طلب منها ده لكن المطلوب منها إن هي يعمل إيه تطيع زوجها في المعروف ليه لا لأن إذا كان المرء يحب لا يؤمن أحدكم حتى حتى يحبها لأخي ما يحبه لنفسه وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إنه لو كنت إنتي مكانه كنتها تتمنى إيه إن إنتي يستجيب ليك هو نفسك نفس الكلام يبقى ربنا جعل طاعتك لزوجك باب من أبواب الإيمان طب أطيعه في إيه تطيعيه في الطاعة قال لك بلاش غيبة ونميمة يبقى بلاش غيبة ونميمة قال لك بلاش تبقى تكلمي فلان يبقى بلاش تكلمي فلان مدام فلان دوت راجل سيء الخلق يبقى إذن عن طيعه في الإيه عن طيعه في المعروف الأولاني كانت معصية والتانية كانت معروفة نكلم الناس بس نكلم الناس بالمتعارف عليه ما يجيبش علينا شر ويفتح علينا أبواب الضر في البيت فدي اسمها طاعة رشيدة إن أنا أبص إلى ما يطلبه مني بعين أنني أتقرب إلى الله زي ما هو بينفق تقربا إلى الله لا من حقه يمن ولا من حقه يأذي ولا من حقه يتفضل ده هو ربنا أمره بدا فيعمل الكلام ده بتطيب خاطر ولا في من ولا أزه وأنا دايماً بقول إن إذا كان الزوج بيعمل الواجبات اللي عليه بفضل يعني مش بيعمل حاجة ويقف لا بيعمل حاجة ويتفضل الله سبحانه وتعالى يكرم ويفتح فتحاً عظيماً سبحانه وتعالى يبقى ده معنى الطاعة السؤالك بقى لأنا شامل فيه ريحة المسألة المهنة لا مش لازم الزوجة تبقى مهانة لا للزوج ولا للأهل والطاعة غير المهانة الطاعة معناها إيه إن في حد بيعني على حكتين يعني على الاتزان ويعني على زيادة الإيمان اللي هو مين؟ الزوج هو ده معنى طاعة الزوج إن واحد بيعني على الاتزان ويعني على الوصول لزيادة الإيمان بس ده السؤال الأول السؤال التاني بقى والسؤال بقى عن إزاي الواحد فينا لأنه واضح إن هنا بقى فيه هنا خوف قرى بيبقى الخوف ده متعب خوف يفسد الحياة إزاي نجمع ما بين ولمن خاف مقام ربه جنتان ومسألة حسن الظن بالله الخوف من الله يجعل الإنسان يزداد رجاء في الله يعني الخوف من الله يجعل الإنسان يزداد رجاء في الله سبحانه وتعالى يعني إيه؟ يعني الذي يخاف من الله هذا لا يرتعب من الله ولكن يخاف من الله بمعنى أنه يخاف ألا يرضى عنه الله لأننا دايما بتكلم على طائر اسم طائر النور رأسه المحبة وجانحاه الخوف والرجاء فيعني إيه خوف؟ هو يخاف من حبيبه لا يخاف من عدوه فخوف من الله مش خوف ممن يتربص به هو خوف ممن يحبه فيخاف ألا يرضى عنه هو ده ولذلك لو أني الخوف معناه الرعب من أجل الخطأ يبقى الذي يطيع لماذا يخاف؟ الذين يؤتون ما أتى وقلوبهم إيه؟ وجلة طيب هو خايف ليه؟ ده بيطيع واحد زي سيدنا أبو بكر خايف ليه؟ خايف من أن حبيبه لا يرضى عنه ولذلك أكثر الناس وأعلى الناس خشى زي ما في الحديث في البخاري أعلى الناس خشى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك وكان يخشى الله يعني إيه يخشى الله؟ يخشى أن لا يرضى عنه الله سبحانه وتعالى أفلا أكون عبدا شكورة؟ ولذلك هنا شيء مهم جدا 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 إيه بقى الشيء المهم جدا جدا؟ أن خوفنا من الله ليس رعبا وليس لأن الله يتربص بنا ولكن خوفنا من الله لأنه أنعم علينا ورزقنا فنخاف أن نكون عبيدة سوء نحن نريد أن نكون عبيدة إيه؟ عبيدة أدب فمن خاف من تقصرنا ومن خاف من سوء أدبنا فمن خاف أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى عنه فلذلك اللهم إنا نسألك الرضا وما قرب إليه من قول أو عمل يبقى اللي حاصل فإحنا عايزين الرضا أن ربنا يرضى ونذلك الصحابة لما خافوا الله سبحانه وتعالى رضي الله عنه وردوا عنه يبقى الخوف من هذا طب ودوة ده يا سلام ده يحصل إزاي؟ إن أنا بحسن الظن إن أنا لما أخاف من الله ربنا كريم ومش يتركني يبقى من أبواب الخوف من الله حسن الظن وخوف من الله يلجؤني إلى حسن الظن أنا خايف من الله سبحانه وتعالى ولكن أنا حسن الظن في الله إنه ومش يتردني إذن إيه اللي حاصل الخوف من الله لا يتعارض مع حسن الظن بالعكس لحسن الظن يأخذنا إلى الخوف من الله والخوف من الله يأخذنا إلى حسن الظن لأننا نتعامل مع حبيبنا ومولانا الذي يرزقنا والذي وعدنا بأنه يكفينا ولذلك فنحن نخاف من الله لا لأننا لا لأنه يتربص بنا ولكن نخاف من الله لأنه أجزل إلينا العطاء وأمدنا وفتح علينا فنقشى أن لا يرضى عنا فيا ربنا ارضى عنا وقبلنا واسع علينا واجعلنا من عبادك المقبولين يا رب العالمين واجعلنا في رضاك واجعلنا في حماك واجعلنا على الدواب في صحبة نبيك ومصطفاك الذي بيده مفتاح الجنة واجعلنا معه واجعلنا من أتباعه لندخل الجنة معه آمنين مقبلين عليك يا رب العالمين فرحين بأنك قد رضيت عنا وفتحت لنا أبواب رضاك عندما دلنا عليها حبيبك ومصطفاك الله مصلي وسلم عليه واجعله يقودنا إلى محبتك على الدوام يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين